امتا نعمل فينير الأسنان وامتا نعمل تربوش الأسنان طب هما الاتنين دول ايه فكرتهم هما بيبقوا عبارة عن تركيبات من البورسلان بيتعامل بيوم تجميل الأسنان الفينير هي قشرة زي العدسة بتاعت العنين بالضبط نحطها على سطح السنة بتخشينة خفيفة جداً في سطح الأسنان إنما الكراون بنحتاج إننا نتحق من السنة حوالي نصف ميلي لميلي عشان أقدر أركب عليه تركيبة كاملة تغطي أجوه السنان كاملة طيب الفينير التفاق إنه بتحطها على الوش والكراون بيبقى بنحطوط على السنة داير ما يدور إمتى أستخدم الفينيرز؟ أما يبقى عندي السنان مرصوصة صح وأنا عايز بس مجرد نعمل عملية تجميل بسيطة فبنضيف العدسة دي على الأسنان إنما لو السنان فيها تزاحم أو فيه سنة قدام وسنة وراء 99% بالحالة دي نحتاج نعملها الكراون نصبت بالوضع أو نصبت بالوضع بتاع السنة في البق وبالتالي نحتاج إنه هنعرف نعمل الرصة بتاعتنا مش هيبقى عندنا مشكلة والتركيبات هتروصها مضبوط ونقدي في الآخر إنه هنطلع ابتسامة جميلة ومثالية رجعنا لحضراتكو أعزائي المشاهدين بعد الفاصل مع فقرتنا اللي نتكلم فيها عن زراعة الأسنان ونجاوب على كل الأسئلة اللي دايماً بتدور في دهن كل شخص مقبل على زراعة الأسنان خلوني الأول أرحب بضيفي العزيز دكتور مروان فراحات دكتوراه في زراعة الأسنان أهلاً بحضرة أهلاً وسهلاً شرفتنا الحقيقة إحنا اتكلمنا كذا مرة عن زراعة الأسنان بس المرة دي عايزين نلخص ونوضح الخطوات لأن الناس يمكن ما بتبقاش فهمة إيه اللي بتحط الأول وإيه اللي بتحضر العيان إزاي وبعدين التركيبة بتخش إمتى فياريت توضح لنا بقى الروسس دي أو العملية دي من أولة لأخيرة تمام هو زي ما حضرتك قلت هو أهم حاجة تشخيص العيان من الأول صح وإن احنا ناخد ميديك الهيستري كويسا لأن كل حاجة بتأثر ممكن تأثر على التقام الزرعة بعد كده تمام زي العيان اللي سموكر هيفي سموكر لازم نبدأ الأول نقلله موضوع التدخين المدخن آه عشان بيأثر على التقام جابت عيان السكر عيان السكر لازم يتظبط الأول قبل الزراعة تمام لأن السكر بيقلل من كمية الدم اللي وصل الأنسجة فبالتالي ممكن يأثرلي على التقام الزرعة بتاعته تمام فلازم الكلام ده كله يتظبط الأول وبالتالي أدوية السيولة لو حد بيأخذ أدوية سيولة عشان هتأثر على الجلطة الدموية اللي هي بداية الالتقام بتاعي أصلا ممتاز اللي أنا باعتمد عليه ممتاز ده مهم جدا تاني حاجة بنبدأ إحنا بقى بالأشعة المقطعية بتاعتنا نبدأ نشخص حالة العظم بتاعت المرض أنا همشي بحالك بتشرح الخطوات بصور لطيفة حالك جبتهالنا هنمشي مع كل خطوة بالصورة بتاعتها تفضل ده بقى المهمة جدا في الزراعة اللي هي بتبين لي عرض العظم وطوله طوله ده مهمة جدا عشان عندي فيتال استراكشور يعني عندي بقى جيب أمفي جيب فكي وجيب أمفي وعندي نيرف أو أعصاب معدية في الفك لان ده جسم غريب هحطه بالزبط فلازم عارف أنا بحطه فين بالزبط فلازم الطول بتاعه ما يوصلش للفيتال استراكشور دي أو الأنسجة الحيوية دي عشان ما يعملش مشكلة ما يوصلش العصب يعني بالزبط والعرض كذلك احنا بنختار الديامتر أو عرض الزرعة على أساس عرض العظم لازم أساب عظم كفاية قدام الزرعة ووراها فلازم أحدد الكلام ده كله من خلال أشعة أشعة ثلاثية الأبعاد تمام بعد ما كده بعد كده بعمل الزرعة بتاعتي بعمل الزرعة بتاعتي عادي خالص دي كتحالة زرعة فورية يعني كان فيه جدر موجود خلعناه وحطينا على طول الزرعة في نفس الوقت فورا ما تقدر تستفيد من مكان الجزل اللي تشال بالزبط بانك تحط زرعاتك بس مش كل الحلاب بينفع زرعة فورية بس احنا دايما بنحبزها لو ينفع لأن كل ما العين خالع وقاعد فترة خالع بيحصل دمور جامد في العظم فبالتالي البروسس بتاعته أو العملية بتبقى أكبر بيحتاج زراعة عظم ورفع للجيوب الفكية والقصة بتبقى أكبر فكل ما نقدر نزرع في وقت أسرع ده بيحافظ على كمية العظم اللي كان موجود واللسة وشكل اللسة اللي حوالين الأسنان ممتاز وده شكل الزرعة بعد كده بقى دي 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 التركيبة أو الكراون اللي احنا بنعمله بعد ما يحصل فترة التقام كافية من 2 ل 6 شهور حسب الحالة بس غالبا من 2 ل 3 شهور بنبقى حطين الكراون بتاعنا البرماني الكراون دوت عبارة عن تربوش دائم اشرح لنا بس اللي احنا شايفينه دوت عبارة عن تربوش دائم كاستد او سيراميكس كاستد أو ملحوم مع الأباطمنت اللي هو الجزء اللي بيمسك مع الزرعة اللي بيوصل التربوش مع الزرعة مع الزرعة اللي موجودة في العظم اللي هي مسابة الجدر يعني دي بتدخل في الزرعة دي بتخش بالزرعة ما بقتش بقى زي زمان كنا بنلزق بقى الكلام بقى كنا بنلزق التربوش على الأباطمنت أو الجزء ده فاللزق ده كان ما بنقدرش دايما نشيل كل البوائي بتاعته اللي تحت اللزق فاللزق ده مع مرور الوقت ساعات كان بيعملي التهابات حوالين الزرعة ويبدأ يعمل تآكل شوية في العظم حوالين الزرعة بتاعته وده ممكن يفشر الزرعة ممكن مع الوقت هيقلل عمر الزرعة طبعا 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 فدوت بقى يتربط على طول في الزرعة بسكروه على طول طب بقى نشوف بقى شكل الشغل ده كله طلع في الآخر شكله ايه ده أولا شكله بالأشعة اه ده شكله بالأشعة بيباين التربوش طبعا متأفل كويس نسبة العظم حوالين الزرعة ممتازة ما حصلش تقريبا فقدان للعظم خالص حوالين الزرعة حلو ثم بقى شكل المريض اه بعد كده بقى شكل الكروان خلينا بقى كده لتشوف المشاهدين هيعرفوها هي أنهي سنة اه لأن الحقيقة كلهم زي بعض اه اه أنهي واحدة بقى دكتور السن القبل الأخيرة ناحية الشمال التانية من الشمال هي الجديدة هي الجديدة وما شاء الله شكلها زي البقين شكل اللاسة طبعا طبيعي وشكل العظم الكنتور بتاعه طبيعي ممتاز ممتاز طيب حلو قوي واضح هنا كمان أنه فيه أهمية كبيرة للأشعات وأشعات هي السلسية الأبعاد والمقطعية طبعا عملت لكو اختلاف في شغلك يا بكتور طبعا طبعا طيب تمام أهمية الزراعة للمريض اللي اضطر يفقد أسنانه الفترة طويلة يعني هم نشوف ناس وبالذات كبار السن بقوا فاضي خالص من الأسنان ما عندوش حاجة يأكل عليها أو لابس طقم من اللي هم الأكريل العدريين دولا إيه أهمية الزراعة النهاردة للناس دولا؟ أهمية من أول شكل المريض لغاية الفونكشن بتاعته يعني العيان ده أولا شكله بيبان عجوز أكتر بيحصل له ضمور دايما في عضلات بتاعته كفاءة كفاءة بتاعة الأكل أو الهضم الأكل مع الطقم غير خالص الزراعة أو أنا أعمل حاجة سابتة فدايما بيبقى عنده مشاكل في المعدة أو الأكل بتاعه كله مش هلسي لأنه ممكن ما يكلش خضار أو فاكهة الحاجات اللي بتحتاج سنان حاجات محتاجة مع سنان ومضره بالضبط فالحاجات الطرية كلها بتسبب سنة فيها فاتس كتير فطبعا صحيا حتى بتأثر عليه مش الشكل بس والوظيفة طيب والناس اللي فقدت أسنان بارشل يعني جزئيا برضو فيه أهمية للزرع في الناس دول اه طبعا يعني أولا لو هي في الأدام هيبقى مشكلة في الشكل كبير جدا مشكلة في الوظيفة دي حاجة تاني حاجة المشكلة كل ما بيسيب الموضوع السنان اللي جنب السنان اللي مش موجودة بتتأثر برضو بتبدأ تميل السنان اللي قدامها في الفك التاني بتبدأ تطول شوية بيحصلها أوفر ايروبشن بتبدأ تعمل جيوب ما بينها وبين الدروس اللي جنبها عشان السنة طولت فبتعمله مشاكل في الأسنان كمان التاني يعني ممكن بعد فترة الفراغ ده يروح الفراغ اه بالضبط بيحصل حاجة اسمها دريفتنج أو ميلان للأسنان ناحية المكان الأسنان تنزل على بعض ومعرفش حتى أزرع بعد كده لو فكرت أزرع بيجي لنا عينين كده بنضطر بأن دخلوا في تقويم الأول دكتور التقويم يوسع لنا المسافة تاني وبعد كده طبعا العظم بيقى الضمر قصة بقت معقدة أكتر معقدة تاخد وقت بس اه تكاليف وقت طبعا أكتر طيب فيه دائما مشكلة بتواجه حضراتكو مع العظام الفك الناس اللي عندهم عظم قليل اللي حصل لهم بون ريزوربشن اللي هو قلة في كثافة العظم أو سمكو اللاثة هل هتتحمل برضو تركيبة عليها بعد الزراعة بتتصرفوا الحاجات دي ازاي الحاجات دي لازم نفهم العيان العيان بيبقى جاية طبعا عاوز يعني بقى له كتير معندوش أسطين في عاوز يزرع ويركب في نفس اليوم احنا بنحاول نعمله أحسن حاجة بس الكلام ده ما نقدارش عندنا طايم يعني ما نقدارش بقى اختصر له في الوقت بتاعي لازم اعمله زراعة العظم بطريقة كويسة جدا لو محتاج رفع للجيوب الفكية لازم تتعامل الجيوب الأنفية اه فيه الأنفية والفكية عندي المجزيلاريوتاينس المجزيلاريوتاينس ده الفكية وفيه النازل ساينس او ده ايه ده الأنفية بس احنا يعني مجازا بنقول الجيوب الأنفية عموما يعني انما عندكم انتوا اكتر من نوع من الجيوب تتعامله معها اه بالزبط ودايما اللي بيعمل بيبقى فيه مشكلة جيوب الفكية انه بيحصل له نيوماتيزيشان او بيكبر وبيفضل كمية عظم قليل قوي يعني 3-2 ملي لان حجم الهوى جواه بيكبر بيكبر وبياكل في العظم فياكل في العظم مايبقاش عندي عظم كفاية زرع فيه لازم ارفع الجيب الفكي دوت وحط عظم اسيوه في المكان يحصل له التقام كامل بحيث اقدر احط زرع بعد كده طولها مايقلش عن 8 ملي طب ادينينا فكرة يا دكتور العظم ده بتجيبوه منين العظم طبعا انواعي يعني احنا معظم العظم اللي بتعامل معاه بيبقى مصمع فيه انواع بوفاين يعني بتبقى جاية من صورس حيواني سمعت عن بودرة عظم ما هي بتبقى بودرة يعني بتبقى بودرة دي زي محفز للعظم يعني بتكون شبكة العظم ده بتحط بيحصل لها عملية احلال وتبديل يترسب عظم ويتدوب جزء منها ويترسب عظم مكانها وهكذا لغاية بعد 6 شهور يبقى العظم الموجود في المكان كله تحول لعظم طبيعي طيب هاي ممكن تاخد من عظم العيان نفسه اه في حالات اكبر او حالات كبيرة شوية لو عنده ضمور جامد باخد عظم منين بقى ممكن ااخد من الدقن بتاعة البيشنط او ممكن من مكان جنب درس العقل دي الحاجات الانتراورال او جوه البق ممكن اخذها في حاجات بقى ادفانسد او بطر ياخد من عايز حتة كبيرة حتة كبيرة ناس مسلا كان عنده لقدر الله ورم ولا حاجة فشلوله جزء كبير من الفك فده بقى بيبقى فبتاخد من حرف الحوض من حرف الحوض حرف عظمة الحوض طب اللثة اللثة انا اسمع برضه ان لازم بقالها مواصفات معينة عشان تتحمل التركيبة اللي فوق الزرعة طبعا ايه برضه كلمنا عن هذا احنا دايما معظم الحالات اللي حتاجت زراعة عظم يعني النسبة 90% بتنترى نعمل لهم زراعة لسة زراعة لسة ايه لان اللسة بتبقى بعفة خالص بيبقى فيه جزء ايه عندنا في اللسة الجزء ببقى عليه طبقة كاراتن كاراتينايت ماتك كويس وجزء الفيرو الميكوز او جزء لوس معظم العينين اللي فقدوا العظم بتاعهم وتعمل لهم زراعة عظم العين ده بيبقى فقد كل طبقة اللسة اللي عليها كاراتن بيبقى معظم اللسة اللي في بقوا بتبقى Louz دوت لو أنا زرعت له عظمه والعظم ناجح وعملت له التركيبة والتركيبة شكلها حلو جدا بس سبت اللاسة لوس زي ما هي بيبدأ مع الوقت العين ده مش هيعرف ينظف التربيش كويس لأن اللاسة دي بتتحرك فدائما يترصب فيها حاجات ويبدأ العظم يتأكل واحدة واحدة وننخش في احتمال الفشل ونخش بقى في العمر القصية للزرعة والفشل مع سنين العمر فبنتطر ان احنا لازم نعمله زراع اللاسة دي نزرع اللاسة منين بقى؟ من نفس السؤال على العظم اه نحن بنجيب من سقف البق دايما من سقف البق من سقف البق او في حاجات دلوقتي مصمعة ايوا نفس الحكاية حاجات من مادة الكولوجين حاجات بتتحط برضو بيحصل لها عملية احلال وتبديق وتسيبها وقت الغيس اه اللاسة يعني احنا دايما التقامل لاسة بنقول ستة اسابيع اه التقامل عظم ستة شهور عشان يبقى ماتيور خالص وهل سقف الحل في زيادة تقدر تاخد منها؟ طبعا في زيادة نقدر ناخد منها ومستوك كبيرا ان الدم ضخ الدم فيه او التغذية الدموية عالية جدا فبيلتقم في خلال اسبوع اسبوعين العين بيبقى شكل اللاسة في سقف البق رجعت للطبيعي خالص ممتاز ممتاز عندنا بقى حاجة برضو عايزين نوضحها للمشاهد التركيبات اللي بتتركب على الزراعة انواعها ايه وبتاخدوها منين او يعني بتصنع ازاي طبعا جهاز السيريك الناس بدأت تعرفه وتفهم عنه بس ايه اللي بيحكمك في تحديد ايه اللي يتحطع الزراعة؟ تمام التركيبات انواع احنا عندنا بعض العينين بنعمل لهم تركيبات اللي هي بين المتحرك والسابت اللي هي الحالات اللي بقداش فيها حط زرعات كتير بحط له زرعتين بس وتبقى التركيبات تبقى من مادة خفيفة يعني مادة اسمها اكريليك او مادة اسمها بي ام ام اي او مادة كومبوزيت مادة دي خفيفة فبتخش بكليبسة كده على الزرعتين وبالتالي المادة دي خفيفة فمش هتحمل على الزرعتين دول قوي طيب بس طيب لكن الاحسن بقى ايه الفيكسد او الحاجة السابت دي اللي بتعمل للعينين معظم العينين ان انا بعمله من اربع لست زرعات بقدر احمله حاجة شكلها حلوة قوي وقوية من مادة سيراميكس يعني مادة زيركونيا مادة قوية اه مادة قوية عندنا زيركونيا وعندنا ايماكس ايماكس طبعا مش هينفع في الحالات الفول ارش بنعمل حاجة مادة اسمها زيركونيا وبنطليها بحاجات زي الايماكس وكده عشان المنظر الجمالي بتاعها بس نقدر بقى نحملها على ست زرعات او اربع زرعات والمريض ياخد وظيفة هيلة وشكل جمالي وتعيش معها مادة الحياة وتعيش معها ان شاء الله مادة الحياة مادة محافظين على كمية العضب مراعينها او اللاسب طيب فيه ترم جديد اسم الزرعات الحديثة ايه بقى حكاية الزرعات الحديثة دي الزرعات الحديثة دي يعني بتختلف من حيث معالجة يعني معظم الزرعات شكلها واحد تقريبا بس معالجة السطح بتاعها يعني هي دي كل الفكرة معالجة السطح بطريقة انها تجذب خلال العض اللي هي الاستيو بلاست بطريقة سريعة تبدأ ترصبلي الماتريكس بروتين بتاعها على الزرع بتاعتي فيبدأ يحصل تقامل العضب سريع اه يحصل اه يحصل اه يوحدة واحدة اه بالضبط يحصل استيو انتجريشن بنسميه في الزرع سريع جدا بدل ما يحصل لي في بعض الزرعات يحصل فايبر انتجريشن بيتكون لي في المكان ده فايبر استيشو اه انت عاوز عضب انا عاوز عضب يعني عاوز في السريدز او يعشق جواه عضب مش فايبر استيشو فبدأوا يعملوا معالجة للسطح ده بطريقة معينة بيعملوا مايكرو بورز بطريقة باحجام معينة بيحطوا مواد بتطلب مواد معينة تخلي الاستيو بتحفز الاستيو بلاست انها تجري على المكان ده بسرعة انت خلاص بقى تطمنت على الزرع دي وانها هتعيش بالضبط وانها هتتكون عضب سليم حواليها الفايبر استيشو اللي موجودة تكاد تكون اقل من 5% المكان كله متحض بعض والحاجة التانية في الكونكشن بقى عشان لما هتحط عليها التركيبات وتستقبل الضغط عليها ايوه كونكشن اللي ما بين الاباطمنت او الجزء اللي فوق بتاع التربوش والزرعة نفسها كونكشن اللي منعلي المايكرو موفمينت او الحركة الجانبية اه اللي احنا مش هنحس بيها بس مع الوقت هتدخل بقى شوية بكتيريا هتدخل مش عارف ايه هتأثر على عمر الزرعة اه تأثر على عمر الزرعة انا شاكر جدا يا دكتور مروان العفو يعني الحقيقة صراحتنا الزراعة للوقت خلاص يعني كل الناس حفظتها كده وفهمت كل خطواتها طب ده هيساعد طبعا جدا لان المعرفة هي نص العلاج والناس لازل تبقى جاية فهمة فتساعدك في شغلك وانت تقدر تعمل لهم المطلوب لهم بكفاءة ان شاء الله شكرا لك ومشكرك على معلوماتك وان شاء الله نستضيفك قريب تاني عشان نتكلم عن مواضيع تخص صحة الاسنان اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نشوف باقي المواضيع اللي هتنقشها في حلقتنا النهاردة انتظرونا المريض اللي عنده عملية جراحية عملها قبل كده بطريقة مش نجحة او المريض اللي كان عامل عملية من سنين طويلة والعملية ردت عليه خصوصا لما بنتكلم عن مشاكل العمود الفقري احنا مش عايزينه يأس مش عايزينه يبقى متدايق احنا عندنا في مجال جراحة المخ والعصاب والعمود الفقري اساليب حديثة مبتكرة للتعامل مع مثل هذه الحالات بنقدر نعمل عملية غضروف مرتجعة بنقدر نعمل عملية لتثبيت الفقرات بنقدر نعمل عملية لكسر مرتجع كل هذه الاشياء اللي كان المريض عملها وما نجحتش او عملها ونجحت ورجعت ارتدت تاني احنا منوط بنا ان احنا نعمل عمليات ناجحة تماما لمثل هذه الحالات العبرة لدى المريض هو راح لمين وبيعمل ايه الده مهم جدا جدا لما بنتكلم عن مشاكل العمود الفقري لما بنتكلم عن اورام في المخت او في العمود الفقري لما بنتكلم عن كسور للفقرات لما بنتكلم عن حاجات بتتعامل مع انسجة دقيقة جدا زي انسجة المخت او زي انسجة العصاب زي أنسجة الحبل الشوكي وده اللي احنا بنعمله كل يوم فأرجو ألا تنزعك